موسيقى سأل خير على كل الناس اللي بتشوفنا من كل البيوت المصرية وكل البيوت العربية النهاردة حلقتنا مميزة ومختلفة عن كل مرة هنتكلم فيها عن التحكيم الدولي ومدى أهميته ومميزاته وعيوبه وطبعا معي ضيوف مميزين ومهمين جدا زوقيمة وقامة طبعا دكتور معتز عز الدين أحب أرحب بحضرتك المفاوض الدولي ومستشار العلاقات الكنسولية والدبلوماسية زي حضرتك يا دكتور الحمد لله نورنا والله نوركم أحب أرحب برضو بدكتور محمود عمار رئيس مجلس إدارة المركز التحكيم العربي الدولي زي حضرتك يا دكتور أهلا وسلم في البداية نحب نتكلم عن مركز التحكيم العربي الدولي مركز التحكيم العربي الدولي مركز التحكيم العربي الدولي هو عبارة عن شركة مرخصة طبقا لقانون الاستثمار رقم 159 وبدأت أن يكون لها تعاونات عربية بقى لنا شركاء في الوطن العربي بالأردن باللبنان بالعراق بتونس بالليبيا بالجزائر أكتر من شركات وبنسعى دلوقتي أن يكون فيه زي اتحاد لغرف التحكيم بجمع الدول العربية دوليا إحنا لنا عضوية في المجمع الملكي للتحكيم بلندن وده مجمع حكومي بيد الزمالة لكل أسازة الجامعات في مصر هنا كمان لنا عضوية في غرفة التجارة العالمية علشان طبعا أهمية التحكيم حاجة لا تنفك أن احنا دلوقتي لازم نكون عارفين هنبدأ عليها إمتى وهنبدأ أن احنا نتحول من القضاء الطبيعي للتحكيم الدولي طيب نحب بقى نعرف لأن فيه ناس كتير قوي ما تعرفش ما عندهش دراية تمة عن التحكيم الدولي فحبين نعرف أكتر عن التحكيم الدولي إيه هو التحكيم الدولي؟ طيب سريعا أنا دايما بقول أنه التحكيم الدولي هو عبارة عن الإجراء البديل أو القضاء البديل القضاء الطبيعي إحنا عندنا القضاء اللي هو المحاكم الموجودة لو فيه أي نزاع سواء محاكم مجلس الدولة أو المحاكم العادية بيتم رفع الدعوة أمامها التحكيم جي بديل للقضاء علشان سرعة إنجاز الأقضايا وسرية البيانات بس إيه الفكرة كلها في إنشاء التحكيم أنه أنا دلوقتي بدل منه بروح لقطاع اسم وقطاع مصطحة الخبرة في وزارة العدل وبقول الخبير إديني رأيك لا بروح على طول للخبير برا وبتعامل معه كقادي أو كمحكم وبيبدأ يفصل في النزاع بشكل مباشر وده طبعا بيوفر الوقت والمجهود عندي سؤال يا دكتور كده هو التحكيم كان قبل القضاء ولا القضاء كان قبليه لأنه أنا يعني عندي فكرة عن الموضوع أن التحكيم كان قبل القضاء التحكيم ضرب في عمق التاريخ لأنه هو إجراء يعني حسب ما كنا بيقول قبلي بس ده بيطلق عليه التحكيم المطلق لكن التحكيم القانوني لا حديث مش قديم يعني طيب هننتقل لدكتور معتز وعايدين نعرف منك أكتر عن مميزات وعيوب التحكيم الدولي مميزاته طبعا خلال نحكي أول شيء عن هو التحكيم الدولي التجاري عادة كان لما ينشأ أي خلاف بين طرفين نزاع في نزاعات عقدية نتيجة وجود خلال معين كان يتم لجوء للقضاء زي ما تفضل الدكتور محمود ولكن هذا الكلام كان يسبب تأخر في درجات التقاضي سنين لحين التثبت من الحقائق الموجودة وهذا كان يأخر رأس المال لأنه إحنا لما نحكي عن خلاف تجاري فإحنا نحكي عن خلاف بملايين من الدولارات مثلا فبالتالي بيكون تأخير سرعة الإنجاز وسرعة التقاضي سبب في تعطيل رأس المال بما يسبب الضرر للطرفين الآن هذه أحدى ميزات التحكيم التجاري أنه سرعة الإنجاز يعني من خلال شهرين لست شهور تكون القضية منتهية أسرع من القضاء طبعا لأنه أنت متجهة إلى الإختصاص بنفسه ولا يوجد حيثيات أسرع وسرعة وجود مثول الأطراف أمام المحكم بشكل دوري وليس تبعا لجلسات ممكن تكون أشهر بين الجلسة والجلسة الأخرى فيكون سرعة اتخاذ القرار بين شهرين وست شهور إلا في حالة وجود شق جنائي مثلا كاختلاص أو كده يرجع الموضوع للقانون قضايا جنائية قضايا كبيرة يعني نعم نعم أما بالنسبة للعيوب أنا بعتقد هو بس موضوع أنه تكلفته أكبر من القضاء العادي طيب دكتور بعد إذنك عايزين نعرف منك مدى إلزامية اتفاق التحكيم وهل يجوز التعن في قرار الهيئة؟ أولا اتفاق التحكيم ملزم لأنه طبعا شرط من الشروط الأساسية عشان نلجأ للتحكيم أنه لازم يكون فيه اتفاق واتفاق ده طبعا لسه هننتقل بعد كده نشرح أكتر عن الشرط والمشرطة ولكن طبعا هو إيه حاجة أساسية كمان استكمالا لباقي السؤال هل يجوز التعن فيه؟ طبعا حكم التحكيم مش زي حكم القضاء في طرق التعن عليه أو الاستئناف أو ما شابه ولكن فيه يطلق دعوة اسمها دعوة إلغاء حكم التحكيم دعوة إلغاء هي لو إحنا إنجاز قانونية نحن نقول هي زي دعوة البطلان هنقول ولكن البطلان هي لم تطلق عليها وبيكون طبعا لها أسباب بتؤدي إلى دعوة إلغاء حكم التحكيم بالكامل يعني طيب دكتور هو مين المكلف بإقامة هيئة التحكيم؟ المكلف بإقامة هيئة التحكيم ده سؤال هيخلينا نقول هل التحكيم حر ولا التحكيم مؤسسي؟ لو التحكيم حر معناها أنه أنا بختار حضرتك بشكل مباشر فبالتالي أنا كده كخصم أو الطرف المقابل ليه إحنا اللي بنختار حضرتك كهيئة التحكيم لنا والهيئة لازم تكون عدد فردي سواء كان واحد أو ثلاثة أو خمسة إلى آخره يعني طب لو تحكيم مؤسسي ما بكونش أنا بقى ليه طرف في الموضوع لكن أنا بلجأ لمؤسسة زي مثلا مركز القاهرة الإقليمي زي المجمع الملكي للتحكيم بلندن زي أي مؤسسات تحكيمية دولية وبقول له والله أنا عندي نزاع كذا وبنروح ندلهم النزاع وهما بينضبوا المحكمين المعنيين بالمجال ده مين هم أعضاء هيئة التحكيم اللي بيفقوا النزاع؟ والله ده تخصصات كتير جدا يعني إحنا عندنا تخصصات على سبيل المثال مثلا إحنا لسه منضم التجاري مثلا التجاري طبعا ناس كتير جدا بس أنا عايز أتكلم عن الطبي زي مثلا دكتور أحمد ردة ده دكتور أورام وبدأ أنه هو كمان يهتم بالموضوع لأنه كان فاهم أن الطب بعيد عن التحكيم واكتشف أنه لا الموضوع مهم ناس تانية من مجالات أخرى زي المجال الصناعي والزراعي كل دي ناس معنية بالتحكيم والرياضي طبعا يعني هو مش شرط يكون شخصيات قانونية ممكن يبقى خارج القانون يعني خارج الشخصيات القانونية عادي أي مجال حضرتك النهارة تجدر تكوني محكم لأن حضرتك إعلامية كبيرة ولو إحنا عندنا خالة إعلامية أو أي مشكلة إعلامية أنا مقدرش أفصل فيها فبرجع على حضرتك بحكم أن حضرتك خبير في المجال وفي نفس الوقت أن حضرتك درس تحكيم فحضرتك بتجمعي ما بين شقين الجانب القانوني والإجرائي والجانب الخاص بالخبرة العملية فبتقدر تفسلي في الموضوع حلو جدا لأنا أفكر في الموضوع ده قريب جدا دكتور معتز هل يعد هذا التحكيم من الفرائد الكفائية في وقعنا المعصر؟ أكيد ولكن قبل الإجابة على السؤال بس في تعقيد بسيط بالنسبة لمدى إلزامية التحكيم التجاري بالنسبة للأطراف هو لا يكون دائما ناجزا باتا بالقرار التحكيم التجاري للأطراف لأنه ممكن أن يتعارض مع قانون الدولة قانون الدولة نفسها اللي واقع فيها المشكلة بين الطرفين مثلا ممكن يكون المشكلة على نزاع بين طرفين الأول هو مواطن الدولة والآخر أجنبي على ملكية أرض قانون الدولة لا يمنحها إلا لمواطن الدولة ويمنع تملك الأجنبي فبالتالي والحق يكون للأجنبي فقرار التحكيم يجب أن يكون لصالح الأجنبي ولكن القانون يمنع تملك الأجنبي بهذه المناطق فلا يكون ناجزا وباتا في هذا الموضوع ويجب اللجوء لمواضيع أخرى لإعطاء الحق في هذا الموضوع جميل جدا نرجع لسؤالنا هل يعود هذا التحكيم من الفرائد الكفائية في وقعنا المعاصر؟ طبعا اللجوء للتحكيم أساسا وأن يكون شرطا في كتابة أي عقد هو لاحقا يعود بالمنفع على الطرفين وتسمية المحكم قبل كتابة العقد أيضا يضع الأمور في نصابها الصحيح عند وقوع أي مشكلة لا سمح الله بين الطرفين طيب دكتور معتز معايزين نعرف منك أنا أسفة جدا دكتور محمود إيه هي مجالات التحكيم؟ أولا المجالات هي كل المجالات الغير قانونية يعني هنقول مثلا من الكلات العملية زي الطب الصيدلة الهندسة الزراعة العلوم كل المجالات هندخل على الكلات النظرية التجارة الأداب التربية كل المجالات بلا استثناء تلجأ إلى التحكيم وتقدر أنها تشتغل بالتحكيم لأنه كل واحد خبير في المجال بتاعه ده حلو جدا يعني إحنا من هنا بنقولك وأي حد يقدر يكون في التحكيم الدولي مظبوط كده بس طبعا بدوابط بدوابط طب إحنا محتاجين برده نعرف يكون كامل الأهلية وأنه لازم يكون من الناس المعنية بالخبرة في المجال بتاعه جميل جدا هي دي الدوابط لكن ما فيش اشتراط علمي عشان فيه ناس كتير تقولك مثلا إيه طب أنا دبلوم صناعة ينفع طب أنا إعدادية ينفع هو طبعا ده فيه ناس تقول عليه عوار قانوني لأنه هو مثلا غير معدل ولكن هو الواقع أنه أنا ممكن يبقى عندي قضية زراعية ومزارع لا يفصل فيها هل لازم المزارع يكون واخد بكاليوس أو لسانس أو مجلسية أو دكتوراه بالضبط هو طالما عنده الخبرة الكافية أنه يفصل في الموضوع فالموضوع بالنسبالي تمام يعني إحنا نحتاج الخبرة والتخصص في نفس مجال التحكيم لازم ضروري جدا يعني علشان نقدر نفصل عن استحقاق يعني طيب دكتور معتز إيه هي أنواع التحكيم التحكيم فيه التحكيم التجاري والتحكيم يعني هو أنا مختص بالتحكيم التجاري ولكن التحكيم له عدة مجالات ممكن توضحت لنا أكتر عن التحكيم التجاري لأن أنا يهمني بصراحة أعرف التحكيم التجاري هو الخلافات الناتجة عن العقود الإنشائية وتملك الأراضي والنزاع بين الشركات الاستثمارية هذا فيما يخص التحكيم التجاري ممكن ينشأ خلاف معين بين طرفين ممكن يكونوا ليس طرفين شركاء في شركة واحدة أو شركة ودولة أو شركة ودولة خارجية الآن جرت العادي أن يكون التقاضي أمام المحاكم الخارجية مؤخرا بدأت نستقطب أن يكم التحكيم داخل الدولة لأنه جرت العادي أنه لندن جينيف هم من يقوموا بالتحكيم في القضايا العقود الكبيرة إن كانت بين شركات أو بين أفراد وشركات أو بين شركات ودول فالآن نحن نحاول نستقطب أنه يا جماعة نستطيع التحكيم والتكاليف أقل والإنجاز بالضبط لأنه أنت لما بدك تحاكم خارج البلد السرعة هذه تبقى مهمة جدا أكثر وأيضا السرعة لا تكون بمستوى المطلوب حقيقة طيب دكتور عايزين نعرف التحكيم إجباري أم إختياري التحكيم إختياري إذا وجد بالعقد أساسا وقد يكون إختياريا أيضا في حالة الاتفاق عليه بعد نشوب المشكلة ويكون إجباريا في حالة إحالة الموضوع للقضاء والقضاء في أمور معينة تحتاج خبرة هندسية أو خبرة محاسبية لفضل مشكلة أو خبرة صناعية أو يعني عدة مجالات يحتاجوا فيها الآن لجعل التحكيم إجباريا يعني يكون هناك محكمين مصنفين في المحكمة بأسامة معينة إن كان تمثيل لهيئات أو بأشخاص فرديين أو اعتباريين يتم تحويل القضية للمحكم باختصاصاته وهو من يوزعها للخبرة الهندسية والخبرة الصناعية لكتابة التقرير النهائي والنتيجة الأخرى توضع أمام القاضي اللي يتلو القرار بناء على تقرير المحكم النهائي حلو جدا عايزين نعرفها أقصى وقت ممكن تغدو المحكمة الدولية دي أنا حكيت لك بسرعة مثول الأشخاص أمام المحكمين وسرعة التواصل معهم المفروض إنها من شهرين لستة أشهر إذا لم يكن هناك شق جنائي يستدعي إطالة درجات التقاضي هل بيبقى ليها وقت ولا الوقت بيبقى مفتوح عادي؟ طبعا لو تسمح لي دكتور معتز أن أتكلم في الجزئية دي أن الجلسة الأولى أو البداية في تقديم الأوراق بيكون من وقت تقديم الأوراق لو الإجراءات الخاصة بالدعوة لوقت الفصل بيكون ثلاث شهور وبيتم تمددها بقرار من المحكمة المختصة ده طبعا لقواعد اليونسترال الدولية وكمان قلون التحكيم المصر لقم سبعة وعشرين سنة تربعة وتسعين وبأي حال من الأحوال لا يجوز أن مدة الدعوة تزيد عن سنة وده السبب اللي دكتور معتز تفضل به أنه هو التحكيم ناجز وسريع في الجزئيات دي تحديدا لأن التجارة الدولية طبعا ما تفهمش السنين والشهور والأرقام الكبيرة لا تحتمل عايزة أيام وساعات يعني مش أكثر من كده دكتور عايزين نعرف منك المقصود بشرط التحكيم والمشارطة عظيم جدا طبعا الشرط والمشارطة هم عبارة عن حاجة واحدة اسمها اتفاق التحكيم ولكن اتفاق التحكيم عندي نوعين فيه اتفاق تحكيم قبلي وفيه اتفاق تحكيم بعدي اتفاق تحكيم قبلي يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي هتفق مع سيادتك مثلا أنه حضرتك هتقدم لنا برنامج تلفزيوني على القناة X بمقابل مادي كذا بنوعية برنامج معين وها كذا واتفقنا قبل ما بنعمل العقد ده بنحط فيه اتفاق التحكيم وده بيكون اسمه الشرط الشرط ده معناه أنه أنا بقول في حالة لا قدر الله وجود أي نزاع يتعلق بهذا العقد يتم اللجوء إلى التحكيم فهنا الشرط فيه مجال أوسع عشان ده هنوضحه في المشارطة أنه كل النزاعات اللي ممكن تنشأ عن هذا العقد يجوز أن أنا ألجأ فيها للتحكيم طيب المشارطة بتبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى اتفاق لاحق على إنشاء العقد وعلى وجود مشكلة محددة بعينها فبالتالي ببدأ ألجأ أن أنا أعمل مشارطة علشان يكون القضاء نفسه ناجز شوية فبنلجأ نقول والله إحنا عايزين نحل المشكلة كذا فبالتالي بنعمل عليها شرط محدد اللي هي المشارطة وبينتهي الموضوع فيها بعد نفاق النزاع يعني تقصر حدرتك يا دكتور أن ده ما بعد النزاع أو ما بعد المشكلة ده المشارطة بالضبط أما الشرط ده بيبقى في بداية الموضوع بالضبط ده ده مش بس الفرق الوحيد ده كمان الشرط لا يجوز معه اللجوء للقضاء يعني إيه؟ يعني أنا لو عندي شرط تحكيم في قلب العاد أنا مش من حق أن أنا ألجأ للقضاء تحكيم فقط أنا لجأت للقضاء القضاء بيعمل إيه؟ بيعمل حاجة اسمها إرجاء لحين الفصل تحكيميا ليه؟ لأنه فيه شيء أولى من شيء القضاء كده كده هو القضاء الطبيعي ومن حقه وليته طبعا ولاية عامة ينظر كل النزاعات ما فيش أي مشكلة خالص ولكن هي الموضوع أنه أنا دلوقتي اخترت التحكيم يكون موجود حلو جدا فالقضاء تلاقيه طبعا يعني منصة وعية ومدركة وهو حصن العدالة فبيقول لأ إلجأ للتحكيم طالما أنت اشترطت على نفسك في الأول ولما تخلصت على لي لو احتاجت أن أنت تحتاج مثلا تلغي حكم التحكيم لو احتاجت أن يكون فيه أي إجراء تاني بالتالي تبتجيه لكن في المشارطة يجوز اللجوء للقضاء والتحكيم مزدوجين مع بعض حلو جدا وبرضو بيطلب من أحد الجهتين الوقف لحين فصل الأخرى ما ينفعش برضو أن يتم الفصل مرتين لأن دي بيسموها حاجة اسمها تنازع القوانين يكون فيه حكمين في حاجة واحدة في نفس الوقت فبالتالي ما ينفعش هنلجع لكلمة التنازع القوانين بس ندخل لدكتور معتز وعايزين نعرف إيه اللغة المستخدمة في التحكيم هل بيبقى فيه لغة معينة ولا إيه يعني اللغة مشروطة تكون بالعقد ويتم تحديدها مسبقا للتفاوض للتحكيم يعني طبعا بناء على الشرط الموجود داخل العقد قد تكون اللغة الإنجليزية وقد تكون أكثر من اللغة أعتقد الدكتور محمود ممكن أصلح لي دكتور محمود أقدر مني على هذه الجزئية أكيد هو صاحب اختصاص ولكن أنا فيما مر علي أنه قد يكون موجود اللغة العربية واللغة الإنجليزية إذا كانت الموضوع دولي العربية بالنسبة للأشخاص ويتم ترجمتها ترجمة قانونية مصدقة معروضة أمام المحاكم نعم دكتور محمود هو يمكن اختيار مكان انعقاد جلسات التحكيم يعني فيه أماكن مخصصة لده ولا بيبقى باتفاق طبعا الناس هتستغرب جدا لو قلنا زي ما كنا بنقرأ كده في بعض الكتب أن انت لو عايز تعقد الجلسة في أي مكان تحت أي ظرف مسائي أو نهاري هتبقى مستغرب لأنه ده الفسلتز اللي بيقدمها التحكيم أنه هو سهل جدا وعنده من المرونة الكافية أن ينعقد في أي مكان في أي دولة في أي معاد ما عندوش أي مشكلة خالص طالما احنا اتفقنا على القانون الواجب التطبيق وعملنا قوانين الإحالة الدولية وعرفنا إيه اللغة اللي هتم استخدامها زي ما تفضل معا للدكتور معتز فكده الموضوع هيكون سهل جدا فبالتالي أنا أقدر عقد في أي مكان في أي مكان ما فيش أماكن مخصصة للتحكيم عادي ممكن أن أخصص مكان بس لو أنا حبيت أختار أي مكان تاني ولا أي مشكلة خالص تمام نرجع برضو للتنازع بين القوانين لأن احنا قلنا نرجع تاني عايزين نعرف أكتر تنازع القوانين هي فكرة بتنشأ لما بيكون في نزاع واحد معروض قدام جهتين زي مثلا ما يكون أنا عندي دلوقتي نزاع بينظر قدام مجلس الدولة وبينظر قدام القضاء العادي في المحكمة بتاعت مجلس الدولة أصدرت قرار أو حكم والقضاء العادي أصدر حكم في الحالة دي أنا كشخص الحكم الصادر لصالحي أو ضدي هيتطبق علي أي حكم أو هيتطبق لي أي حكم فبنلجأ لحاجة اسمها المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا بتفصل في تنازع القوانين تنازع القوانين نستفكر أنه هو تنازع قانونين مع بعض لا هو تنازع القوانين معناها أن القانون بينازع نفسه بأنه يصدر حكمين في نفس الموضوع والفكرة أن الحكمين عكس بعض لأنهما لو زي بعض الموضوع انتهى أكيد فالمحكمة الدستورية بتبدأ تتكلم في حاجة اسمها الاختصاص لأن أنا عندي حاجة اسمها الاختصاص النوعي والقيمي والولائي للمحكمة دي أو للمحكمة دي وبناء عليه طالما هنا مفيش اختصاص فبينتهي حكم المحكمة دي بالكامل وكأن القضية لم تنظر أمامها بالكامل وبترجح طبعا حكم المحكمة الأخرى جميل جدا دكتور معتز حضرتك مفاوض دولي نعم عايزينت نعرف يعني ايه بقى يعني ايه مفاوض دولي مفاوض دولي يعني انا اقوم بحل النزاعات الدولية اللي زي ما حكيت قبل شوي لحظتك الخاصة بالنزاعات التجارية اقوم بالتفاوض مع الشركات في الآن درجة من درجات التحكيم الأولى وهي الصلح يعني محاولة الصلح قبل اللجوء للمحاكم ضمن ضوابط معينة فيكون هوندوري في شغل اسمها طاولات المفاوضات اللي هي المرحلة ما قبل اللجوء للتحكيم أو للتقاضي يعني اول بند بيبقى الصلح طبعا احنا نحاول نلجأ بعد كده تفاوض اه للحل السلمي بالزبط فهون يتم دوري الاولي اللي هو التفاوض الدولي ثم توزيع المهام في حالة عدم يعني لم نستطع الحل السلمي ايوة انا كنت عايزة اساسا موجودة في محكمة وتم اختيارنا على اساس التحكيم بين الطرفين طيب هل المحكم هو وكيل عن احد الاطراف المحكم المحكم عفوا هذا سبب لبطلانه ان يكونه طبعا يعني هو يجب بداية ان يكون حياديا ولا ينوب ولا يوكل ولا يموت بصلة هو قاضي يعني المحكم هو قاضي لا يجوز ان يكون له صلة باي طرف من طرفين النزاع ويجب ان يكون حياديا واذا ثبت عكس ذلك يتم بطلان ما حكم به فورا انا طبعا لو سيادتك تسمحلي كمان انه اللي بيخلي الناس تعتقد ان المحكم يعني ينفع انه يكون مش محايد انه هو بيتم اختياره كانه هو بيختار المحامي بتاعه نعم لكن هو بينفصل بالكامل عن الشخص اللي اختاره بمجرد بداية الاجراءات زي ما معالي دكتور تفضل هو بقى قاضي طبعا فالقاضي له حاجة اسمها الولاية العامة على الموضوع والولاية تقتضي عدم عدم الميل لأي من الاطراف والحياد المطر من الاساسية وعدم الحكم بعلم الشخصي يعني انا لو انا وحضرتك دلاتي اصدقاء وحضرتك لجأتي اليك محكم وجبتيني وانا عارف انك مظلومة ما ينفعش في قاعدة قانونية بتقول القاضي لا يقضي بعلم الشخصي ممنوع يعني في قوانين طبعا اساسا قبول التحكيم في حالة اختيار زي ما تفضل الدكتور محمود ان طرفين اتفقوا على شخص او على جهة او على هيئة معينة يمثلها شخص معين ان يكون محكما بين الطرفين يجب ان يكون الموافقة اقرارا خطيا من المحكم مثبتا فيه كل ما موجود عن هذا المحكم واذا هناك تبين انه فيه معرفة بين وبين طرف الاشخاص يجب ان يبينها للطرف الاخر والطرف الاخر يبين اذا يقبل بذلك او يرفض يعني فيه شروط صريحة طبيعي طبعا بس هي مختلفة عن القضاء شوية يعني زي ما تفضل معنا الدكتور انه ممكن يكونوا اصدقاء او اقارب او معارف ده في القضاء لا يجوز بيحصل حاجة اسمها تنحي القاضي لاستشعار الحرق استبداله ولا تنحيه هو اللي بيتنحيه هو اللي بيتنحيه القاضي بيرجع عن حالتين بيرجع في حالة التنحي ده بيكون ذاتيا من القاضي نفسه او انه هو يتم رده من الشخص الموجود قدامه اللي هو بينظر له النزاع فهو بيشوف انه هو مثلا كان في خصومة معاه قبل كده او انه هو قريب من الدرجة الاولى او التانية او التالتة وما شابه لكن المحكم عنده المساحة الاكبر انه حتى لو قريب صديق او صاحب معرفة معاه لا ممكن يكون قاضي ريبك مش مشكلة دكتور معتز حبينا نعرف منك هل التحكيم المؤسسي مجاني قطعا لا لا يوجد تحكيم مجاني هو اساسا خدمة مدفوعة الثمن يعني مجرد وجود تحكيم لانه التحكيم يوجد له مصاريف عالية قد تحتاج السفر وهذا يكون على تكلفة الطرفي النزاع وايضا هناك خبرات هندسية وخبرات محاسبية وخبرات قانونية يستعان بها هذه ايضا مقابل اجور فلا يمكن ان يكون اي نوع من انواع التحكيم مؤسسي او غيره مجانيا انا وصلت جدا بوجودكم معي النهاردة الوقت الحلو طبعا بيعدي بسرعة وفهمنا كتير عن التحكيم الدولي شكرا دكتور معتز شكرا يا دكتور محمود ان شاء الله نشوفكم بحلقة جديدة كانت معاكم هذا ابوزا شكرا جدا الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة